يتجلى دور المدفعية في قتل الجنود الألمان أو تشتيتهم عبر نيران المدفعية وذلك لقصف مدفعياتهم وتحصيناتهم الأخرى أي لفتح المجال أمام تقدم سلاح المشات لكن كتيبة المتفجرات سي سمعت أصوات انفجارات من خلفها لا من الأمام ظن بيكر أنهم يتعرضون للهجوم من نيران صديقة طلب من رجاله التحرك لترك مسافة بينهم وبين الانفجار لكن حين توقف أفراد الفصيل لتجميع صفوفهم أحصى بيكر عدد رجاله ليكتشف أن بعضهم قد اختفى لم يستطع بيكر المغامرة بإرسال أحد للبحث عن التائهين خشية فقدانهم أيضا كان عليهم تابعة تقدمهم بقوة وهذا أحد المقومات المطلوب توافرها في القائد الرغبة في دفع الجنود نحو التقدم قدر الإمكان للحفاظ على سلامة الوحدة ترجمة نانسي قنقر